أهلا بكم معنام جديد عادت الخلافات لتطفو من جديد في ليبيا بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلافات أعادت إلى الواجهة التساؤلات عن حقيقة التوافق بين الرجلين وأثارت التساؤل عما إذا كانت ستتطور لتدخل البلاد في انقسامات جديدة ملف المصالحة الوطنية الذي تحدث عنه الدبيبة كان أحد أوجه الخلافات غير المعلنة مع المنفي خلال الفترة الماضية بما تخلى لها من تباينات في الأراء حول كثير من القضايا ويمثل المنفي ودبيبة السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا ومنذ أن وصل الرجلان إلى سدة الحكم جرت في نهر السياسة الليبية مياه كثيرة وبدت الخلافات أكثر من التوافقات على خلاف العادة في ليبيا حيث لا يلتقي رجلان إلا عند حدوث توتر أو أمر جلل استقبل المنفي عبد الحميد دبيبة لبحث سبل معالجة انسداد العملية السياسية وضبط الإنفاق العام بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ولكن خلافا آخر برز عبر بيان منسوب لرئيس المجلس الرئاسي تم توجيهه ليد بيبة صلط الضوء على عدم موافقة المنفي على تعيين من يسير وزارة الخارجية من دون تشاور مع المجلس الرئاسي وذلك بعد إقالة الوزيرة السابقة نجلة المنقوش وأكد المنفي أن إجراء الدبيبة باطل ويضرب في مشروعية من يمارس العمل مطالبا إياه بضرورة التشاور معه محملا أصحاب هذا القرار المسئولية القانونية عن هذا الإجراء وكان أدبيبة قد كلف الطاهر البعور بتسيير أعمال وزارتي الخارجية خلفا للمنقوش لكن منصب وزارة الخارجية لم يكن هو الوحيد الذي أثار خلافا بين المنفي وأدبيبة خلال الفترة الماضية حيث سبقه خلاف أكبر على حقيبة الدفاع وتشاور حولها وانتهى الأمر بأن أسندها الأخير إلى نفسه بجانب رئاسته للحكومة إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من تونس نرحب بسيد أحمد أبو عرقوب المحلل السياسي اللي بي أهلا بك معنا في المشهد الليلة إذا اعتبرنا ربما مثل ما أشرنا منذ قليل في العرض أن المنفي وأدبيبة لا يلتقيان إلا عندما يحدث أمر ربما بالغ الأهمية فبالتالي كيف نقرأ هذا اللقاء الأخير؟ نعم مساء الخير سيدي تحية طيبة لحضرتك ولكافة المشاهدين الكرام الآن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حكومة السيد عبد الحميد البيبة تقع تحت ضغوطات كبيرة بسبب مطالبة مصرف ليبيا المركزي باتخاذ إجراءات تقشفية من قبل الحكومة والتقيد بتقليل المصرفات العامة للدولة الليبية وأيضا مطالبة مصرف ليبيا المركزي حكومة الوحدة الوطنية برفع الدعم عن المحروقات بسبب أن التوسع في الإنفاق الحكومي من قبل حكومة السيدة البيبة أدى إلى معدلات تضخم كبيرة ومن ثم ارتفاع في معدلات صرف الدنار الليبي مقابل الدولار والعملات الأجنبية وهذا قد يضطر مصرف ليبيا المركزي في حال استمرار هذه الإنفاقات والتوسع في الإنفاق إلى رفع السعر الرسمي للدولار مقابل الدنار الليبي إلى 6.5 دينار الليبي في حين أن السعر الرسمي الحالي في مصرف المركزي هو 4.800 درهم للدولار الواحد فبالتالي الحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية تقع تحت ضغوطات كبيرة وتبحث عن مخرج لهذه الأزمة وهي الآن حقيقة في معضلة أمرين أحلاهم مر إما إجراءات تقشفية ورفع الدعم عن المحروقات وهذا سوف يتسبب بضغط شعبي كبير وغضب شعبي كبير وربما سوف ينهي عمر حكومة السيدة عبد الحميدة البيبة أو الخيار الآخر وهو يعني ليس بأفضل من الخيار الأول وهو أن يذهب مصرفي مركزي إلى خيار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدنار الليبي إلى 6.5 دينار الليبي مقابل الدولار وهذا أيضا سوف يعني أصبحت الأولويات في ليبيا ربما هنا اقتصادية وليست فقط ورقة ربما المسار السياسي هذه الضغوطات التي تتعرض عليها البيبة متزامنة مع ضغوطات أممية وأيضا محلية لتغيير حكومة السيدة البيبة وإتيام بحكومة جديدة وفقا لمخرجات لجنة 6 زايد 6 المشكلة من قبل مجلسي النواب والدولة لوضع قوانين انتخابية والتي نصت القوانين الانتخابية بأن في أحد مواد القوانين الانتخابية أن هذه القوانين الانتخابية لن تدخل حيث التنفيذ إلا بعد تشكيل حكومة جديدة مصغرة بصلاحيات محددة تكون مهمتها الأساسية هي تجهيز البلاد نحو الانتخابات فبالتالي المسار الانتخابات معطل بسبب وجود حكومتين في ليبيا وبسبب رفض السيدة للحميدة البيبة لدهاب لمسار تغيير حكومة والاتيام في حكومة جديدة فبالتالي الوضع الآن صعب والسيدة البيبة يحاول من خلال بعض التحركات السياسية ممارسة سياسة الهروب للأمام لضمان استمرار فرض أمن الواقع الموجود يعني تعتبر هذه المحادثات مع رئيس ربما البجرس الرئاسي هنا هو مع المنفي تعتبرها في إطار سياسة الهروب إلى الأمام من قبل البيبة هل تضعها في نفس الإطار هنا؟ نعم صحيح باستثناء ما يدور حول مطالبة السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالسيدة البيبة بالتشاور حول تسمية وزير الخارجية أو من يقوم بمهام وزير الخارجية لأن السيد المنفي استند على مادة في خارط الطريق المعتمدة في الحوار السياسي المقام في جينيف في سنة عشرين عشرين وأواخر عشرين عشرين وبداية سنة عشرين واحد وعشرين وهذه المادة تنص على أن على رئيس الحكومة عند تسمية رئيس وزير الخارجية ووزير الدفاع عليه أن يتشاور مع المجلس الرئاسي المجتمعا قبل أن يحيل القائمة الوزرية للمجلس النواب لاعتمادها ولكن هذه الظروف في ذلك الوقت تغيرت الآن مجلس النواب سحبت تقم حكومة سيدة البيبة وسيدة البيبة بنفسه أعلن بأنه لا يعترف بمجلس النواب فبالتالي هذه المادة التي يستند عليها السيد المحمد المنفي تجاوزتها المرحلة السياسية الليبية وتجاوزتها أيضا الأزمة السياسية الليبية فبالتالي الآن نحن في ظرف استثنائي ويمكن وصف قرار سيدة البيبة بتعيين السيدة الطهر البعور وزيرا للخارجية أو مكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية بأنه أفضل قرار اتخذ طوال مسيرته في رئاسة الحكومة باعتبار أن سيد الطهر البعور شخصية دبلوماسية مرموقة وأيضا شخصية محترمة وبعيدة كل البعد عن ممارسات الفساد فبالتالي هو في المكان المناسب الرجل المناسب في المكان المناسب ربما من بين نقاط الخلافة التي تطرح الآن وحولها الجدل في ليبيا هي مسألة المصالحة الوطنية خاصة عندما نتحدث عن خطابة بيبة الأخير الذي وجه فيه عدة انتقادات لأكثر من طرفه قال أن المصالحة يجب أن تأتي من الداخل الليبي دون تأثيرات خارجية يعني هذه مجموعة الرسائل هي موجهة لمن هنا أريد أن نكمل هذه النقطة وهي حصرية لقناة المشهد الخلاف انتهى بين السيد طهر البعور المكلف بتأسير وزارة الخارجية وأيضا بالسيد المنفي وهما الآن موجودان في العاصمة الأغندية كامبالا لحضور الجلسة الدورة التاسعة عشر لحركة عدم الحياز وسلم السيد المنفي لسيد طهر البعور بتسير ملف الخارجية ولن تطفوا إلى السطح هذه المشكلة مرة أخرى بالنسبة لسؤال حضرتك حسب خارجة الطريقة المعتمدة في جينيف والتي جاء بها اتفاق جينيف لجنة الـ 75 فإن اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي ملف المصالحة الوطنية بما في ذلك تسمية اللجنة العليا لرئاسة ملف المصالحة الوطنية السيد عبد الحميد البيبة يريد أن يضغط على المجلس الرئاسي لسحب اختصاصاته لما في هذا الملف حيوية كبيرة في التعامل مع المجتمع الليبي وأيضا حتى مع المجتمع الدولي نعم نشكرك جزيلا شكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من تونس سيد أحمد أبو عرقوب المحلل السياسي الليبي